كشفت اعترافات قتل الطفل عدن البوشوف عن تفاصيل ووقائع خطيرة أدلا بها المشتبه به أمام جهات التحقيق حيث السيق المتام وساء الجمعة الماضية إلى مقر ولاية الأمن بعدما تم إيقافه عند حدود الساعة السادسة مساء وأكد شهود عيان أن ملامحه بدأت غير تلك التي التقطتها عدسة كاميرا المراقبة فقد قص شعره وحلق لحياته حتى يخفي معالم وجهه لافتين إلى أن القاتل ظن أنه لن يفتضح أمره غير أن قدر الله كان يخفي شيئا آخر وأشار مصدر مسؤول إلى أنه لأزد من أربع ساعات في غرفة التحقيق ظل ينفي القاتل كل ما هو منسوب إليه موضحا أن حنكة المحقيقين جعلته يعترف بعدما انهارت قواه وخاب مسعاه في المراوغة وتابع المصدر قبل منتصف الليل بساعة انطلق مسلسل الاعترافات نعم أنا اختطفته يقول الجاني دون خجل ويداه ترتجف ليسأله المحاقق كيف ذلك فأجاب قصدت الحي الذي يسكن ورمقته عن طريق الصدفة بعدما قمت بسحب أموال من أحدى الوكالة البنكية واستدرجته بعدما سألته عن مكان رود كان قريبا من البيت الذي أكتريه رافقته إلى هناك واسترسل الجاني معترفا طلبت منه الانتظار أمام بيتي قلت له بأنني سأهديه شيئا لكن بعد لحظات ناديته ليصعد فلم يتردد قمت باغتصابه بدأ يقاوم ويصرخ خاشيت أن ينتبه الجيران إليه فحاولت إسكاته لكنه أصر على الصراخ فلاجأت إلى خنقه يسأل المحاقق ماذا بعد فأجاب ساعدت به إلى غرفة غير مكتملة البناء وضعته هنا وألقيت عليه سترا حتى أعلم ماذا أفعل بالجتة واستدرك الجاني بأن أصدقائه عادوا إلى المنزل ليلا وبدت الأمور عادية فلم يبح لهم بشيء وكان يفكر في طريقة ما للتخلص من الجتة وأنه في الأخير اهتدى إلى مكان قريب من حيه وهناك حفر حفرة ليلقي فيها جتة الطفل واختتم بأنه في الصباح اتجه نحو حلاق قص شعره ولحيته وتصرف بشكل عادي كان يتبع أخبار الطفل عن طريق صفحته بالفيسبوك كان يضع علامات الحزن على المقالات التي تتحدد عن اختفاء الطفل وتصرف كما لو أنه ليس جلاد الطفل وما هي إلا ساعات حتى اهتدت عناصر الأمن لمكانه إنا لله وإنا إليه راجعون